أنا عايز أقول لكم حاجة ده خبرنا هنا في رقم عشر أنا حبيت أسأل الكابتن محمد عشي تبقى منه واحترامت أيضا أنه مش حاوي يعلق في هذا الأمر ولكن تقرير حكم المباراة لكابتن محمود البنة المباراة السوبر لم لم يتم إدانة محمد الشناوي وعلي معلول فيه يعني التقرير مفوش أي إدانة لمحمد الشناوي وعلي معلول بسبب أحداث مباراة السوبر أبان بيراميدز القصة بتاعت الشيبي والخناء اللي حصلت دي مش بحب أقول خناءة كمان بحب أقول مناوشات يعني مناوشات بتحصل يعني في كل المباراة وبرضو غلط وبرضو غلط مش مفروض تحصل بس أحب تحصل يعني أنا بس بحاول أحط الكلام في مكانه يعني كابتن محمود البنة لم يدرك في تقريره أي إدانة لمحمد الشناوي وعلي معلول في واقعة الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز مصدر كمان في اتحاد الكرة قال لنا في رقم عشرة إن لجنة المسابقات هي صاحبة الحق في اتخاذ أي قرارات بخصوص هذا الشأن لكن لم يتم إحالة أي لاعب من الأهلي إلى لجنة الانضباط من جانب اتحاد الكرة عشان كان فيه كلام إنه اللاعبين هيتم إحالتهم للجنة الانضباط الكلام ده تقل إمباراة والكلام ده مش مظبوط مش مظبوط خالص خالص لجنة المسابقات هتتسلم تأرير حكم المباراة لكابتن محمود البنة ومراكب المباراة وهي صاحبة القرار في النهاء لجنة المسابقات وليس لجنة الانضباط ولجنة المسابقات لما هتاخد التأرير مش هتلاقي حاجة تودين محمد الشناوي وعلي معلوم ده مجرد خبر عشان ما تقولش برضو وانت رايك انه يتعجبوا لا لا بقولك بس الخبر من مصادرنا في الاتحاد المصري لكرة القدم